ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إيران إيران عبر خط الهاتف من إسطنبول الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني مرحبا بك معنا حياكم الله مرحبا حياكم الله دكتور ما مصلحة سياسي الأنبار وأعضاء الفرلمان عن المحافظة في التكتم على مقبرة جماعية كما جاء في بيان الهيئة نعم بسم الله الرحمن الرحيم للأسف مصلحتهم كما هي العادة منذ اليوم الأول لمشاركتهم بهذه العملية ألا وهي الحفاظ على مناصبهم ثم ما يجنونه من وراء هذه المناصب من صفقات مشبوهة وغير حلال على حساب الشعب العراقي وعلى حساب هذا البلد للأسف هؤلاء قد تستروا على هذه الجريمة وتستروا على الفاعلين رغم أنها معلومة للجميع وقد وثقت يعني هذه الجريمة اليوم هي فقط ظهرت في الجثث علما أنها منذ اليوم الأول التي جرت فيها هذه الجريمة جريمة اختطاقهم وتغيبهم هي تم توثيقها من قبل عدة جهات ومنها في قسم حقوق الإنسان في الهيئة واصدمنا في حينها بيانات توثق هذه الحادثة نعم أيضا الهيئة في بيانها حملت حكومة العبادية المسؤولية عن هذه المجزرة هل يمكن ملاحقة العبادية وملاحقة حكومته عن هذه المجزرة وغيرها بأثر الرجائي؟ كل هذه المجازر هي انتهاكات لحقوق الإنسان ليست جرائم جنائية عادية وإنما جرائم انتهاك حقوق الإنسان وهي حرب إبادة تطهير عرقي بما تعني هذه الكلمة من معنى دقيق وهذه الجرائم مصنفة عالميا بأنها لا يمكن أن تسقط بالتقادم ولا أن يعفى عنها أي مسؤول في هذه الحكومة التي جرت فيها هذه الجرائم فالعباد في حينها كان هو المسؤول عن هذه الحكومة قوة الاحتلال وهو مسؤوليته في كشف هذه الجرائم ومحاسبة فاعلها لكن كلهم هؤلاء لم يفعلوا ولم يقدموا أي شيء لا للضحايا ولا للو دكتور عبد الحميد في بيان الهيئة ورد أيضا أن لديكم معلومات عن مقابر جماعية أخرى هل من توضيح أكثر؟ المقابر هي أكثر من واحدة لكنه اليوم هذه التي كشفت استطاع الناس واستطاع بعض المستقلين الوصول إليها مع بعض الفراق وتم تصفرها أما المقابر الأخرى المقابر الجماعية الأخرى فقد استطاعت الحكومة الحالية والأجهزة الأمنية تسيطر على تلك المناطق من التكتم عليها وقد جاءت البيان ذكر أكثر من مكان وعن أسماء هذه المقابر الجماعية ولكنها كما قلت قبل قليل أن هناك تعتيم شديد عليها حتى لا يتم تلقيب الصور عن هذه المقر وهذا كله جرى ويجري بصفقات وتوافقات للأسف توافقات سياسية على حساب البحاية نعم دكتور أخيرا الهيئة طالبت بتفعيل الآليات القانونية الدولية ضد مرتكبي هذه المجازر باعتبارهم مجرمي حرب هل تتوقعون أن تفعل هذه الأليات فعلا؟ يعني دائما للأسف رأينا منذ اليوم منذ الاحتلال يوم الأول للاحتلال أن المجتمع الدولي يغض الطرق عن كل هذه الانتهاكات لأن هناك مصالح تربطهم بهذه الحكومات وبهذه العملية السياسية ومن معها لكن هناك قاعدة قانونية ذكرتها قبل قليل وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ومن المؤمل وهذا واضح وقد جرى في أكثر من بلد أنه حينما تنتهي مصالح هذا المجتمع الدولي مع هذه العملية ومع هؤلاء الناس بالتأكيد سيرمونهم إلى المزبلة وستتم محاسبتهم لأنه لا يمكن مهما تستروا على هذه الجرائم أو صمتوا عليها فإنه في آخر الأمر لا بد أن يكون أو يأتي يوم الحساب بهؤلاء المجتمعين دكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسمهاية علماء المسلمين من اسطنبول شكرا جزيلا لك